اشتباكات بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة دارت بين الجبهة الشامية وقوات النظام تمكن على اثرها الثوار من نسف اربعة مواقع تحصينات للنظام قرب اللواء ثمانين الناشطون افدوا باندلاع معارك عنفة بين الطرفين في محيط قرية البريج وتلة الغالي اسفرت عن مقتل خمسة عناصر للنظام وجرح اخرين عبر استهداف مقاراتهم في البريج بمدافع محلية الصنع تبيعه اطلاق نار كثيف ومواجهات بمختلف انواع الاسلحة وفي الجهة الشمالية الشرقية تجددت الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في الشيخ نجار استهدف الثوار خلالها بقذائف الهون تحصينات للنظام في المنطقة الواقعة بين سجن حلب المركزي والمدينة الصناعية وبالانتقال الى الريف الشمالي من حلب وبالتحديد مخيم حندرات اندلعت مواجهات عميقة بين الطرفين ادت الى مقتل عنصرين من عناصر النظام تزامن ذلك مع اشتباكات بين الثوار وميليشيات الشبيحة في محيط بلدتي نبل والزهراء اما في حلب المدينة فقد استهدف الثوار بمدافع محلية الصنع مواقع لقوات النظام في مبنى المخابرات الجوية بحي جمعية الزهراء في حين اندلعت اشتباكات بين الطرفين في محيط مدرسة الحكمة وكثيبة الدفاع الجوي بحي الراموسة بدوره استهدف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة بلدت كفرناها ما اسفر عن استشهاد مدني وجرح اخرين معظمهم اطفال ونساء في الاثناء شن الطيران الحربي بالصواريخ الفراغية عدة غارات جوية على قرى وبلدات حريتان وخان العسل دون ورود انباء عن اصابات قصف ممثل طال كذلك احياء لميسر وبعدين ما ادى الى استشهاد تسعة مدنيين وجرح اخرين الى جانب دمار واسع في المباني السكنية والممتلكات